السلام عليكم كيف عاملين كانت مننا تكونوا باخر وعلى خير غادي نقدم لكم بعض الأحداث مسلسل جنيين مو المصدقاء غالقون لكم فاريدا اشنو غادي تدير الكاش مو المصدقاء ايشفنا بان فاريدا تحدات الكاش حالها دي وقالت لي بانك انت معمرك غادي تحل كباري ديالك وهو تحداها كذلك وحله ولكن كيف دار حتى الحل الكباري دياله يعني حتى مرضات فاريدا وقدر انه يسيطر عليها ويسيطر لها على الاملاك ديالها وذيك الشي كامل يخلى لها الأب ديالها مهم الكاش صديقائي هو فاش كان مزوج بفاريدا فاش كانت بالصحة ديالها وكان ديك ساعة الأب ديالها حي كان الكاش دير عندهم حل شي خدام كانوا كي عملوه معاملة شوية ناقصة لحقاش هو فاقر ما عندوش الفلوس وهما أغنية ولكن الكاش هو بقي فيه ديك الغيرة ودك الحقد لانه هو كيشوف زعمه وخا انا فاريدا تزوجت بيه وها ولدات معاه ولكن هو كيشوفهم بانه هو كيحتقره هو أصلا ما كيحتقره تشي واحد وهو بغي يشد البلاثة ديال الاب ديالها هذا كشي لاشا اصدقائي صفاها الاب ديالها باش هنو يشد ليها البلاثة دياله ودار ما بغى وباش انا الاملاك ديال الاب ديال فاريدا ياخدهم هو مشا يعني دار ايتي حاجة باش فاريدا تمرض باش يقدر هو يخدم بفلوس ديالها لحقاش هي كنت بصحيحة ديالها لها هي اللي كانت غدي تشد يعني الدكشي كاب اللي خلال الاب ديالها هي اللي كانت غدي تقابله ماشي راجلها ولكن هو مشاقل لهم بان مرتورها مريضة وهدي وهدي انا اللي غدي نشد يعني جميع الممتلكات انا غدي نتصرف فيهم صفا اعطوه لحق والمائمة صديقة ايش في ندبة حاليا بان فاريدا بدات كتصح وهو اصلا رمي كي حملهاش لعدو ديالها دار فيها ما بغى وهي بدات كتصح ولكن ما قلت تشي حاجة وما غديش تقول وخاها كاك ماشي زا ما هي صحة ترجعت بصحة ديالها هي بدات شوية بشوية بدات بعدها كتعقال بدات كتعرف الناس بدات كتعرف ايتي واحد كانت شحال هدي ما كانت كتعرف تشي واحد كانت كتشوف شي واحد ما كتعرفوش لانهما كيعطوها واحد الدول اللي مجهد بالساف اللي خلوها انها ما تقدر تهضر ما تقدر تديرت ايتي حاجة ولو قالت شي حاجة تشي واحد ما غدي صدقها المهم صدقائي فريدة را غدي تبقى في نفس الشي را غدي تتحدى الكاش باش انا ذاك الكاباري ما غديش يستمر فعلا الكاش هو حل الكاباري دياله وفعلا اصدقائي را ديك البلاصة اللي مشاليها فاروق فاشقال خالد جيل عندي راتما راه ذاك الكاباري را ديال الكاش راتما فين قال له جيل عندي واعطاه العنوان المهم خالد مشال تماكينا ثم فين غدي تتعرف على الكاش مزيان وغدا تعرف على بعديتهم وتم فين غدي بداء يجروا كما قلت لكم المهم صدقائي كدير يكشفنا بان فريدة اخذات التليفون ديالها واحدات وحداها تليفون صدقائي غدي تسجيل فيه الكاش بانه راح حال فعلا ذاك الكاباري ورا كيبيع فيه ذاك الكاباري المهم صدقائي هي حطى التليفون باش تاخد الدليل كامل بان الكاش را هو مولهد شي كامل لواقع يعني احنا شفنا صدقائي بان الحاج الدهبي تشل فعلا الحاج الدهبي صدقائي غدي تطلم فعلا الحاج الدهبير غدي مقاف الحبس ولكن را كما قتلكم الحاج الدهبير غدي مرض بزاف ولكن الحقيقة باقي ما غدي اشتبع والحقيقة كل الرجل هي اللي عارفا الدخل والخارجة يا اللي عارفا ايش مين نخسله هو اللي عارفا نقطة ضعف الجيال و tradersALK باقي ما ينزل بى لاحقا نجد شتن الهجم على كاش الآن الكاش عنده اسمال فلوس عنده اهنا واحد يدخل الى استعمال ها في شي واحد باش ويسلس يعني عدد كي يدير ايتي حاجة ما غاديش يقدر ولكن شكولي غادي تخضر علي هي فاردة وفاردة هي الى جاة تهدر ولا جاة تقول لهم لا رجلي هو الكي بعد شي ولا رجل هو اللي دار ولا رجل هو اللي فعل رب طبيعة الحال غادي وقف قدامها وغادي يقول لهم أنا غادي كتكدب أنا ما كندرت شي حاجة يا أصلا حاق داع لي وما كتبغيني جوادو غادي اختار عليهم تنشي قصة ما كايناش واصلا كما قل لكم الكاش قادر يدير ايتي حاجة باش يسلس لكن شنون اللي غادي خلي فاردة ان هاتش دم تلبسوا هي لإعترافات ديالو فاش غادي اعتارف بكل شي وغادي اعتارف بانه هو لي صفاه العزيز وغادي اعتارف بانه هو لي كيبيع ديك الي عجب سلا في راي وغادي اعتارف بانه هو لي حطه الحاجة دهبي في المحال وبطارقة يعني في الشكل اللي اعطاهني ميمي وميمي اعطاته الخالد وخالد اللي حطه تماما سيعترف بكل شي و سيعترف بأنه هو اللي يعطيها الدواء و هو اللي ممرض هذي شحل هذي و سيعترف بأنه هو اللي صفها لأب ديالها أصال الأب ديالها راح ممتش متطابعية راح هو اللي صفها لي راح اطاهه الدواء اللي خليها أنه يعني يجيب له اهتمام بطبيعة الحال ما غديش يجي و غديصفيها لي هدي ريكس غديعقوا و يبدك يقتل فيه شوية بشوية بش أنه يقدر يوصل لمنصب دياله راديك شي صديقة اللي غديخلي فاردة أنها تصد الكاباري الكاش و ما زال غديتحداه و ما زال غديتوقف قدامه و ما زال غديتقول ليه بأنني أنا اللي ربحتك و فعلا ما قدرتش أنك تحلو وخح اللي تيه ولكن صديته ليك و ما عمره ما زال غديتحل ذك الكاباري صفي صديقائي فاردة بطبيعة الحال كي ما قلت لي كومر غديتشافه شوية بشوية ولكن را ما غديش تقولها لي غديتولي تعقل و غديترجع الصحة ديالها ولكن صديقائي غدي نشوفه بأنه واحد الوقيته را غديكتشف حتى ولده الحقيقة لهو نابيل غديكتشف ذك شي كامل اللي كان كي دي الأم دياله و غدي قل ليه بأنه را غديمشي و غيقلها البوليس لكن صديقائي غدي نشوفه الكاش را ما غديش يعقل على ولده غديشد ولده غدي بقى يعطيه يعطيه فلصة حتى غديسخف و غديشده و غديشد عليه لأنه فعلا الكاش هو كي بغي نابيل كي بغي ولده نابيل لكن نابيل فاش غديكتشف ذك شي كامل اللي كي دي الأم دياله و ما غديش يعجبه بطبيعة الحال هذا الشي كامل وأصلا هو خهاكك ما ما كينشي علاقة وطيدة بينه وبين الكاش كين واحدة واحد الفاراغ بينتهم كبير بزاف يعني كي بان محلة ماشي بباه ولاخر ماشي ولده لأنه أصلا الكاش هو كي يتعامل غير بالفلوس يعني شفنا حتى فاش مشا عند ولده الخدمة قال ليها عشنو خصاك نعطاك فلوس ندين ليك نعوناك هذا يعني كي هدر هو بزاف بالفلوس ما كي عطرش أنه خصو يتقرب من ولده و يبغي و يحن فيه و يتقرب ليه لا هو كي هدر بالفلوس دك شي علاش نابيل ما كي ما كتعجبوش الهدرة ديال الكاش والمهم كي ما قلت لكم رفاش غديكتشف الحقيقة رما غديشي خليه يمشي عند البوليس رفاش غديشدوه غيبقى يعطيف العصا و غدي عيط المقاط و غديقول ليه هذا خاصنا نسدو عليه لحقاش عارف كل شي و يقدر غدي يتفكر انه يصفيها ليه باش باش الكاش ميدخلش للحبس مصدقاء اعطيتكم بعض أحداث مسلسل جنيين أحداث مشوقة غدي يتوقع مازال غدي نشوفو كي ما قلت لكم من نابيلة شنو غديدير مازال فاش غديش دبه هو ولقاط و غديسدو عليه و غديبقى يعطيف العصا ما هدي شي يقل عليه مازالة شنو غديدير معاه فاريدة لان فاريدة فاش غدي تلقى الدليل بطبيعة الحالة غدي تبغي تفضحوا و مصدقاء اعطيتكم بعض أحداث مسلسل جنيين اللي عندو أحداث توقعات يخليمنا في التعاليق ما تنسونيش بلاي لايك زيدوش يجعوني كتار وكتار نحط لكم الجديدة شدهلكم انتوما انه غديوقع في هاد المسلسل الجميل و الشيق وش فعلا فاريدة غدي تقدر انها تحدى الكاش و غدي تصدلي الكاباري او اللي هو اللي غدي تحداها و غدي يخلي محلول يعني غدي بطبيعة الحال غدي دير ايتي حاجة باغي بزيلا معليكم و انطلقوا فيديو مقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة